السلام عليكم سفري وهل ستغلق قناة الوان جن جن وان عنوان قوي جدا وصادم وهذا الحلقة هاي حنحكي فيه عن هذا الموضوع وعن مفاجآت ومواضيع هامة جدا لكل مشترك بقناة الوان جن جن وان طبعا الحلقة اولة هنحكي عن انا بسبب او لاني هسافر شو هيصير بالقناة هذا واحد وهذا هو الموضوع المهم جدا اللي لازم تنتبهوا منيح شو هيصير وتاني شي حنحكي شو قصة المكتوب هون وان جي وان شو قصة الشي المفاجآة ورا قصة وان جي وان ليش مكتوب وان جي وان هون هذا كمان شي لكل مشترك بهمه موضوع ليش مكتوب وان جي وان هون وثالث شي والاخير هذا اخر المقطع ما عارفت حابين تشوفوه ولا لا انا وين رايح او شو حاعمل وشو حساوي وشو سفرتي ويعني هيك شوي تفاصيل زيادة هيك فيلوغ او حكي ما المشاهدين طبعا هاد الموضوع اللي احنا او وهي الحلقة اللي احنا بنحكيها في عنا على التلفاز اه مقطع بسيط للاعبة اه جربناها فترة ما كتير من تنجحة بس والله حبيت حطه لانه مسلية شوي وصورة كتير حلوية هي اميزنج سبايدر مان تو هو اخر جزء من سبايدر مان اه شايفين صور جميلة وحلوية يعني نستمتع فيها شوي ولا احنا بنحكي ايزن اول شي اه متعودين اه بكل القنوات يعني ما حنقول بعربية هنحقول عربية وعالمية لما اه صاحب القناة او المسؤول عن القناة او المقدم القناة اه يسافر بالعادة بيكون دايما الوضع بين اتنين يا اما بالقناة بتوقف اه بشكل عام بيقلك استراحة اجازة اه كذا كذا الى اخره وحقه ممكن يكون تعبان اكيد ممكن يكون تعبان اكيد ممكن اه يعني ما في عنده وقت اه كثير اسباب اه او بعض القنوات بيقلك انه انا مسافر ازروني بس اه يمكن ما قدر حط لكم غير اه مثلا انا مسافر اسبوع اه ما حقدر حط لكم غير مقطع او مقطعين اه او اللي اخر هي يعني بيكون في هذا النوع هذا هو النوع اللي متعودين عليه بالقنوات العربية والعالمية هيك بيصير انا اه مبدئيا سفري هو الخميس احد تنين اه الخميس خميس احد شو هي جديدة سفري هو الخميس جمعة سبت احد والعودة هي تنين ليلا ان شاء الله اذا هي خمس ايام خمس ايام ذكروا هالرقم مني خمس ايام هو سفري طيب قناة الوان جن جن وان هل هي مثل باقي القنوات ولا حتقدم لكم شي جديد ولا ما معرف انتو شو بتتخيلوا اتوقع انتو بتخيلين اكيد يعني يكون في شي ورا هل ورا المقطع كله خلاص انتو فتحتوا المقطع عرفتوا انه اكيد في مفاجآت في اشياء وعن نقول معلومات هامة معناته اكيد في شي مهم طيب قناة الوان جن جن وان بما اني انا مسافر وما حكون موجود حتعملكم مفاجأة ما بعد مفاجأة لكل محبين المقاطع لكل محبين اللي بيضلي بيشوفوا مقاطع القناة وبيشوفوا قناة الوان جن جن وان هتعطيكن او هتخلي بين ايديكن يا مشاهدين القناة البورد اللي هو بتحكم بتنزيل المقاطع بفترة غيابي انا يعني انا ما حكون موجود القناة حتكون بخدمة وبأمر كل مشترك وكل مشاهد للقناة وحيكون بين ايديكم في 30 مقطع 30 مقطع فيديو بنفس الدقة اللي هلأ عم نشاهده هلأ على اليمين يعني انا عم بصور المقطع HD وفيس كام وكل كلا للقصص 30 مقطع اذا بسبب سفري لحنا ما حنوقف القناة لحنا ما حنخفف من تنزيل المقاطع بل حيكون المقاطع اكتر من الطبيعي بس هون في موضوع مهم الموضوع المهم هو انه الكيف يا عمر البورد بييد المشاهدين يعني بيفوت واحد مشاهدين بيكتب الباسورد وبيفوت عن القناة وبيحط بيشغل مقاطع لا اكيد لا صار لفترة عم نجرب مثل برنامج او نظام خاص بقناة الوانجي جنون اللي هو بيدعم انه انت كل ما يصير في اقبال على حلقة معينة بعدد لايكات في شي اسمه عنه احنا بسمينه يوتيوب بوينت او وان جي وان بوينت وما دخل الوان جي وان بوينت بهاي الوانجي وان اللي هون لا هي شغلة التانية بس يعني في شي اسمه يوتيوب بوينت او وان جي وان او نقاط اليوتيوب نقاط الوانجي وان هاي النقاط بتصير عند كل المشتركين نعم بيشتغلو ومشتغلو وطبعا باخر الحلقة كمان هنحكي عن السوبر فان لانه سألوني كذا شغلة بيصير في نقاط بتزيد من قوة المقطع النقاط هي بتجي عن طريق لايك مفضلة شير وعن طريق الكومنتات البناءة طبعا مو كومنتات اللي يعني ما بتنحق اذا كان مسلا الكومنت نفس عن تكرر ج جي 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 من نفس الواحد ما بتنحسب غير واحدة بقى اذا كانت بناءة نقاشات فعنات بنحسبو كلن اذا نقاط الكومنتات البناءة او حتى لو كانت مرة واحدة بشكل مدح للمقطع اه الشير وقت سير في شير وقت في ناس يشتركوا بالقناة عن طريق المقطع اللي نزل كل هذا بيسمو بوينت وعن نظام على البورد حكينا وم سوبر فان شوي بعرفو هلأ الفكرة كلها انه انا حينزل اقل اقل شي يعني اذا انا اتوقع اتوقع هلأ احنا فينا نلعب بهذا التوتر يعني نصهل مهمة ونصعبة بس هنقول انه اقل اقل شيء حينزل عشرة او خمسة عشر مقطع هاد اقل شيء لكن كل ما يزيد اللايك والمفضلة والشير على المقاطع والكومنتات ويزيد فيه صار مشتركين في هاد البرنامج او البورد لحاله حينزل المقطع اللي بعده اه طبعا بذكر مشان ما تفكروا البورد ما بينزل المقطع اللي بعده اذا كنا مسلا بالساعة سبعة واثنين واربعين خلاص اذا المشاهدين وصلوا بالسبعة واثنين واربعين للهدف او السكور طبعا انه ينزل مقطع جديد ساعة 8 بينزل مقطع يعني هو معمول على انه على الساعة بشكل شارب او محدد او قاطع اه هاي طبعا مشان ما ينزل المقطع بقى وقت هيك مشان نكون دقيقين شوي بحسابات نمو اكتر اذا حينزل المقاطع اعتبارا من بعد ما انا خلص هاد المقطع يعني انتوا شفتوا هاد المقطع اللي هلا انت لزلت لتكن ياه من بعد ما يخلص المسابقة ابتدأت المسابقة هي بس انه للمحبين للقناة اللي حابين شوفوا مقاطع اكتر كل ما زادت ضغط على القناة مو بس حتى على المقطع شوفوا لوين إذا زادت ضغط على القناة هنزيد من المقاطع يعني كيف زادت ضغط يعني زادوا اللايكات للإدام على المقاطع القديمة المفضلة شير يعني حركة 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 كاملة على القناة أنا حغيب حغيب فترة وحارجع وحابب أنصدم يعني هي الفكرة كله أنا حابب شوف شي ما لي متخيل أنه هيصير طبعا هذا الشيء كله بإيد المشاهدين مثل ما قلت أنا ما دخلني أنا من هغاية بعد ما ينزل هذا المقطع باليوتيوب أنا فتحت البرنامج صار جاهز أونلاين 30 مقطع صار لي عم اشتغلكم فيها فترة من الزمن يعني قول واحد ما نام كتير صار لي فترة ما عم نام شكلي بالسفر حروح نام بس يمكن باين علي أنه ما عم نام كتير بس كله مشان قدر لحق 30 مقطع لأنه 30 مقطع بيأخذ وقت كتير طبعا مو بس تسجيل عم تحكي عن تسجيل عم تحكي عن مونتاج رندرين أشياء يعني شغلات بتك لبين ما ترفعون كمان تكتب تحتون وتكتب أسماءون تعملون أغلفة عم تحكي عن شغل كبير صلي فترة عم اشتغل فيه بس الفكرة صلي زمان بفكر فيها بصراحة يعني بس هلأ وقتها أنه أولى إذن هذا هو الشي اللي بنقول عليه اعتبارا بعد هلأ كل ما ما ينزل مقطع المشاهدين هن اللي بيحددوا إمتى حينزل مقطع اللي بعدهم من عن طريق التفاعل تبعهم مو بس بالمقطع بل عن طريق القناة كلها إذن إذن إذا حابب هلأ فيك ترجع للمقاطع القديمة تعمل للايك وفضل يشير تعمل اللي بدك ياه وتشاهده طبعا كمان المشاهدة عليها بوينت صار هاي جديدة هاي أجدد فعالية سوينها يعني المشاهد اللي بيفوت على المقطع بيشاهد أول العشر ثواني منه وبيطلع غير المشاهد اللي بيفوت بيحضره كامل عشر دقائق طبعا إذن إذا أنت حابب تاخد بوينت وكمان تزيد من البوينت فيك بس فوت تفتح المقطع وتعمل له ميوت وما تسمعه وتقلب على شي تاني أزا مقطع شايفه يعني من قبل أو كذا تقلب على شي تاني بترجع بعدين تلاقيه خلاص تفتح اللي بعده يعني هاي طرق هيك شوي خدع بس عم بعطيها للي حابين يصيروا سوبر فانز لأن السوبر فانز دايما بيسألوني عن طرق كيف يصيروا سوبر فانز وهلأشياء أو مشاهدين خارقين وأسماؤهم تطلع فوق فوق ونعرضها بحلقات المشاهدين الخارقين إذن هذا كان كل شي بالنسبة للمفاجأة اللي مخبي لكم ياها بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها بتمنى تكونوا تفاجأتوا لأنه هي مفروض تكون مفاجأة هاي المفاجأة مثل ما عودانكم بلعبة هرس ستون مثلا بإجازات العالمية هاي المفاجأة هي إنجاز عالمي فعليا لأنه ما بتوقع في أي قناة عملت بخمس تيام ثلاثين مقطع بخدمة المشاهدين ما بعرف خمس تيام هنا أقل حتى من خمس تيام إذا أنت تجي على الحقيقة أقل لأنه أنا حاجي يعني هنا أربعة تيام واثنعشر ساعة يعني أربعة تيام ونص هاي الفترة إذن بأربعة تيام ونص ثلاثين مقطع يعني ما بعرف عم تحكي كل يوم احسبوا لي ياها ما بعرف أنا أصلا ما حسبت إذا كل يوم خمسة لا كل يوم ستة ستة بأربعة يعني كل يوم من ستة لسبع مقاطع ممكن ينزل إذا المشاهدين بأعلى بأعلى الذروة تبع الضغط يعني أعلى شي طبعا إذا كانوا أقل شي حينزل مثل ما قلنا سبعة ثمانية عشر مقاطع اتناعش بس ما بتوقع توقع في تفاعل أنا حاسس إنه يمكن ينزلوا كلهم أنا ما بعرف ما بعرف فترك حتركها بإيديكم الألعاب الألعاب مشكلة عامل تشكيلة وحتى في بالآخر ألعاب جديدة يعني مشكل بقى ما بعرف طبعا في عنا شوية شغلات ما فيني أدخل فيها بالتفاصيل كتير لأنه معقدة بس إنه عامل شوية شغلات إنه إذا كتير إجا على الألعاب الاستراتيجية القديمة مثلا لايكات ومفضلة بصير بينزل المقطع استراتيجي بس هي الشغلات ما حدخل فيها لأنه ما بهمنا أنتم خلاص خدوا بشكل عام كل لايكات مفضلة بيزدوا مقاطع ومقطع نزل بينزلي بعده بينزلي بعده وهكذا يمكن بأول يوم تنزلوا خمسة تنزلوا عشرة يمكن ما تقدروا تنزلوا غير اثنين خلينا نشوف هذا الموضوع العنوان الثاني أو الشيء الثاني اللي ما نحكي عنه ال 1G1 شو هو ال 1G1 شو هو ال 1G1 وأخيرا قدرنا بأشهر موقع بالعالم لبيع الألعاب اللي أعلننا عنه بالمرة الماضية اللي بتعاملوا فيه أشهر اليوتيوبرز أشهر اللي هو ال G2A هدا اللي اللي فرجتكن يعني عليه طبعا اللي ما شافه بتمنى يروح على المقاطع اللي حكينا فيه عنه إذن هو مقطع الموقع على شراء الألعاب هاد الموقع بيجيب الألعاب بأرخص الأسعار أنا أشتري بشتري معندوك لانس فرجز الزومبي مثلا كتير رخيصة ألعاب كتير ألعاب ستيم ممكن تلاقيه بربع حق أحيانا صار في عنا وهذا إنجازنا الجديد بعد ما قدرنا شوي نشتري من هاد الموقع ونتعامل معه ويعني شاف قناتنا وشاف المستوى وشاف كل شي ومشاهدين وكل آخره صار في عنا كود اللي هو 1G1 أي أطعى بدك تشتريها بتحط كود 1G1 فوق ما بتكون مخصومة وسعره بربع حقه كمان بتحصل على 3% خصم فوقه هذا إذا كانت القطع من القطع الهاي بيك يعني اللي بتنشرها كتير أما إذا كانت قطع من القطع اللي ما حدا بيقرب عليها يعني ألعاب نا أنت بتحب تجمع ألعاب نادرة لعشرة بالمئة 15% حسب القطع إدمة إدمة وأهميتها عم نحكي قطع كلمة قطع يعني كود ل جيم بقى هذا الكود عملونا يا خاص بقناة 1G1 ومو بس هيك عطونا يا VIP كود بدل حتى ما المشاهد يكتب 1G1 عملونا يا عملونا يا VIP 3 أحرف تخيلوا 3 أحرف هذا الشي يعني بتوقع اللي بيشتغل بهدول الأشياء يمكن بيعرف تقل هذا الكلام إنه هذا الكلام ما له قليل لك تاخد شغلة 3 أحرف شغلة قيلة يعني كان لغا بشتري رقم محمول كتير فضيع إذن عطونا 1G1 3 أحرف فقط مجرد اكتبها مثل ما هي مرسومة قدامنا بتاخد هذا الكود فيك تعطي لكل أصحابك طبعا الرابط دايما بنحطوك تحت كل المقاطع حتى مو بس تحت هذا المقاطع أعطي لكل أصحابك استعملوه عادي ما في مشكلة الكل على الرحب والساعة يعني تشوفها الجملة على الرحب والساعة إذن هذا بالنسبة للشيء الثاني الشيء الثالث اللي بنحكي عليه السوبر فان بشكل سريع قلتلو للمشاهدين من أكتر من أسبوع إني بعد أسبوع بدي نزل حلقة سوبر فان اليوتيوب بحد ذاته ما عم تعمل أبلود أبديت ل الترتيب تبع السوبر فان ما بعرف ليش للمرة التانية هي صلحوه للمرة التانية بعتلو المسيج قلتلو عم بيطلع عندي السوبر فان لكهم كل ياتهم آخدين نفس السكور كيف هيك شو القصة حلولنا إياها بعدين برجع بعمل باليوم اللي بعده بلاقي إنه ما عم بيتغير شيء يعني الأرقام كلمة مثلها هي سابت مشان هيك عم بيستنى رد من اليوتيوب هنأجله كمان أسبوع أو أسبوعين مو بيدي أعمل أي شيء إلا إذا بدي غش وحط أسماء وأنا ما بعمل هذا الشيء أبدا يعني عودت مشاهديني على الصدق الكامل بكل التعاملات مشان ما ندخل بأي مشاكل أو زعل أو خلاص نريح راسنا نشتغل على المضمون اليوتيوب مشكلة في عندهم إياها أول ما يحلوها بنعمل حلقة سوبر فان بقلكن ياه مثل ما هذا بس اليوتيوب شكله عم يعذبنا وإذا ضل يعمل هيك بدي يلاقي طريقة جديدة لسلسلة سوبر فان أو حلقات سوبر فان لا أعملها لأنه الوضع مو عاجبني بلش يصير مزعج من اليوتيوب لأنه اليوتيوب ما بعرف شو مشكلتهم يعني هل هي شغلة كتير صعبة لأنه الحسابات هاي أو ما بعرف شوف أبصر المشكلة عند اليوتيوب وعم نستنى حلها وأنا حتحمل الموضوع بسلسلة من نوع تاني إذا ما اليوتيوب قدروا يعملوها آخر شي أنا وين مسافر أنا مسافر على لبنان دولة لبنان طبعا تعرفوا بلد لبنان كل يات كون مسافر عليها لمدة خميس جمعة سبت أحد وتنين طبعا السبب الأساسي من هذه السفرة هو كزا موضوع له علاقة بالشغل الشغل اللي هو بعالم الألعاب كمان اللي هو عم نشتغل فيه حاليا طبعا في عندي كزا شغلة يعني ما لي شغلة وحدة بس جمعتهم كلهم بهال خمسة أيام يعني بصراحة يعني زبطت انه يزبطوا كلهم خمسة أيام شان تكون روحة واحدة أعمل كل شي وأخلص من المواضيع وارجع شوف سبايدر مان ويف وان سبايدر مان والله بتعجبني البدلة كيف صل زبطوها أكتر من أيام زمان بالرسومات والجرافيك والألوان المهم شو الأشياء اللي بدي يساوي بلبنان الأساسية أو الشغلات المهمة كتير اللي ممكن المشاهدين بيحبوا أنه يعرفوها وممكن يشاركوها مع أصدقائهم وكذا أول شغلة هي العلاقة بفول سكرين وهذا هو خبر لمشاهدين أو خاص جدا لمشاهدين اليوتيوب بالوقت اللي هلأ مشاهدونا طبعا لسه الموضوع ما صار يعني لسه ما عملناه بشكل كامل بس هلأ رايحين نزبط معه هنعمل اللقاء مع أحد اللي بيشتغلوا بفول سكرين طبعا الفكرة كلها اللي عم نحاول نساوية متل ما بتعرفوا أنا عم بقدر أعمل متل اللي عم نساوي متل إنه شلون نفوت العرب لفول سكرين أنا عم بكون متل الممثل تابعه بالشرق الأوسط أو بالميدل إست طبعا الشي اللي بدي يصير هلأ أو اللي عم نحاول ندرسه ونشتغل عليه ويمكن يتنفذ كتير قريبا وهذا هو الأمل فيه كتير حلو إنه تصير عقود لأنه المشكلة كلها بفول سكرين إنه العقد عم بيجي كله بالإنجليزي ومعقد وفي مليون الفرع وهذا مليون شغلي الفكرة كلها إنه بدنا نستلم الموضوع بحيس إنه نصير نعمل أو يتقدم لهذا المشترك عقد باللغة العربية كامل يعني ما بتحتاج لأي لغة إنجليزية على الإطلاق عقد باللغة العربية كامل هذا هو الشي اللي بنعمل ندرسه بنحاول نعمله وطبعا بهذا الشي هنجيب مترجم مو أنا اللي هترجم أنا أنا هكون مشرف على الموضوع طبعا كله وبقدر حط لكم كم كلمة هيك تضحكوا عليها يعني كلمات عربية هيك مضحكة مثل ما بنعمل ب بس بشكل عام أو بنعمل كم شغلة هيك بس بشكل عام حيكون معاقد جدي جدا حقيقي قوي كله باللغة العربية اللي ينبسطوا العرب ويصير في إقبال أكتر على فول سكرين اللي هي الشركة الأولى بالعالم بمجال باليوتيوب الأولى وليس الثانية وليس الثالث الأولى والإحصائيات كل موجودة بسلسلة أفضل بارتنر لك فيك تشوف وتشوف إذا كمان إذا أنت بهمك هذا الموضوع ومو بس هيك كمان بده يصير في عندي بقى مثل صلاحيات أكتر أني يقدر إذا أنت مشترك بفول سكرين هلأ ما في عندي أي صلاحية ما في داع تسألوني ولا ترسلوني أبدا بس إذا أنت مشترك أو عضو بفول سكرين كيف إني يقدر علي لك من النسب اللي عم بتاخدها وأوي لك من الشي اللي عم بتساوي لأنه بتعرف بالعادة اللي بيعمل عقد ويستنى سنة سنتين لحتى يقلب عقد جديد أنا اللي بدي حاول إذا نظبط للعرب يعني أموره إذا هذا بالنسبة لفول سكرين بناحية الألعاب كمان بين شي تاني في بطولة للعب للأسف بالقناة كتير اللي بيحبوها يعني في محبين أكيد في محبين ممكن قول 100 200 300 500 500 بس بشكل عام بالقناة المحبين لهاللابة هن 1% هاد هو الرقم بالنهاية يعني إيما قديش هن هن 1% اللي هي لعبة ستاركرافت طبعا ستاركرافت هي لعبة من أحد الألعاب اللي أنا شاركت فيها بطولات كتير من زمان وربحت كذا بطولة بيهيل روحها تبعي طبعا حيقل لي واحد لا مستحيل تروح تشارك بطولة يا عمر عم نشوف ك عم تلعب بستين اللعبة هالمعقول ستاتك تلعب تلعب بستاركرافت أكيد لا ما بعرف لعبة اللعبة بعرف لعبة يعني بقدر لعبة بمستوى منيح ولكن أكيد نسيت مستوى الاحتراف بدا بايه لعبة ما تلعب غيرها أو تلعب بشكل بساعات يومية بأوقات طويلة لتشارك بطولات وتتأهل جوائز وأشياء وسفر يعني هيك هيك مستوى بس طبعا أنا رايح أمل قوي شوي ما بعرف إذا حقدر إني أعرضها ولا لا القناة على الأغلب ما هقدر يعني هيك قالولي بالبداية بس أنا حشوف شو بصير معي وإن شاء الله تكون حلوية مو بس هيك البطولة نفسها من حوالي خمس سنوات بنفس المكان أنا ربحتها مشان هيك بعض البطولة كمان هيكون في شي اسمه مباراة استعراضية طبعا هاي المباراة أنا هاتهزأ فيها وحا يعني هاكل قتل فيها كتير طبعا المباراة هي شو هي عبارة عن البطل اللي حيربح البطولة ضد بطل سابق بسميني اللي ربحت من خمس سنين بقى بدي يلعب ضده واحد على واحد بمباراة مباراة استعراضية فقط أكيد نسبة الفوز واحد بالمية يعني هاي إذا كان في نسبة فوز أساسا لأنه عم تحكي عن واحد هذا أكيد أي حدا من الجيل الجديد عم بلعب اللعبة فقط ومع بلعب غيرها أنا نسيان أصلا حتى حتى يونيتات الهارت أوف دي سورم الاكسبانشن ما بعرف منيح لأنه اللعبة اللي كنت ربحان فيها هي نفسها بدون الاكسبانشن وي سبايدرمان نامو نعس من كلامي إذن هاي بالنسبة للبطولة وبالنسبة لفول سكرين شيء الأخير هو القطع وان جين جين وان أو وان جي وان لأ وان جين جين وان جير وان جين جين وان جير وهي سبايدرمان هم بعمل طبعا اللي شاف أو انتبه بلشنا نحط صور على الانستغرام أكيد لحقونا على صار في عنا جير مثل هذا هو المج أو اللي هو بيجي اللوغو تبع القناة طبعا اللوغو تبع القناة تبع قناة لن يتغير يعني الشيء الوحيد اللي بتجدد فيه هو الخلفية أما بالنسبة لشكله لن يتغير حتى نهاية الالفين وخمسة عشر عاملين عقد فيه هذا مبدئيا الالفين وقمسة عشر والالفين ومسة عشر يمكن نجدده بقى لثلاث سنوات ثلاث سنوات بقى ما ما حالا نغيره أبدا للوغو بقى هذا اللوغو اللي شايفينه اللي هون هذا ثابت يعني الرسمة هاي ما بتتغير لسنتين مبدئيا وبعد سنتين يمكن ضل نفسها اللي ممكن نتغير الالوان اللي حواليها الخلفية ممكن نسترله شي و افكتات يعني هذا كله بقى عقود شركات كمان وطبعا اذا اي حدا اخذ هذا اللوغو لاستعمال يربح منه ماديا طبعا يلاحق قانونيا وفي نقطع اذا كان قناة بتسكر قناته اذا كان محل يعني قصة طويلة ما علينا فيها اا اول عرض لا اذا شفتوا اول مك بصراحة نزل بصورة بالانستغرام اا هفرجيكم لسه اتنين كمان للسمائي ماعرف اذا نزلو ولا لا اا اتوقع واحد من نزل واحد تاني اكيد لا اا اكسكلوسيف لك اول فتحة اول مرة افتحه لهذا المج اا اللي هو نفس المج الماضي ولكن البلو برجين ها هنطلعوا من الورقة سوا اذا هذا هو البلو برجين شايفينه هذا البلو برجين طبعا تجي اا لوجو من هون ولوجو من هون نجي هتين اا تشوفي كمان ثواني هذا هو الاخير حاليا بالنسبة ل مجال المقات هذا هو كمان اكسكلوسيف على اليوتيوب اما افتح لكم ايا بناسبة السفر احنا طلعوا لكل الشغلات اا هذا هو المسمى البلو اا برجين او اللي بيعطي على هو هو اغمى درجة من درجات الازرق كتير ناس بحبوا هذا اللون وبيجبوا هيك اشياء طبعا متل مو شايفين ال هناك كاسات كله بيجي لميع يعني من النوع اللي بيلمع في منه ممكن يصير مت بس اللميع مطلوب اكتر اذا في بيجي كمان من ورا اللوغو اا بها الطريقة منكون استعرضنا شو استعرضنا استعرضنا ثلاثة مج اا ومو بس هيك الكؤوس هاي اللي هلأ شفناها كمان هيكون في كتير اشياء بال وان جن جن وان جير عمتعكي عن تي شيرت او قمصان كنزات يعني نص كم او كم طويل اا طوائع الاغلب نساوي كتير المشاهدين يصاروا يحبوا الطوائع متل ما انا شوفي كمان شغلات يعني هيك مجموعة من الاشياء حتنزل طبعا اللي رايحين نتباحس ونشوف كيف بدنا نزبط الموضوع لانه تعرفوا هاد الموضوع بده كذا كذا مستثمر بكذا مكان لانه نحنا قناتنا عربية يعني بدنا كل الدول العربية طبعا اكيد ازاي احدا من المشاهدين المستثمر حاب يستثمر وكمان بقدر يرسلنا ويحكي معنا بس بشكل عام نحن نبعت لكل الاماكن اللي موجودة فيها مشاهدين ومتابعين طبعا هي خطوة اولى لشي اكبر بعدين ممكن يصير بس عم نحاول نشتغل قد ما منقدر يعني لنوصل لشي نفس الوقت المشاهدين كمان بيحبوا هالاشياء يعني نحط لان شي ما بيحبوه في كتير ناس والله تفاعل وتفاعل جيد على الانستغرام وقت نزلنا صورة اول موج هذا لسه اول موج وهذا لسه اول شي في كتير شغلات نروح نشوف وكمان بنلحق لحنا بيسموها بالانجليزي يعني بيلحق الدقة والجودة اعلى من الكمية والربح المادي بالاشياء يعني بيهمنا المادي كتير يكون معمول كتير منيح كتير ما فيو اخطاء من الجهتين ما في اي فرق محطوط بالنص تمام تبع المادي الوانه تكون مثل اللوغو موطلع ولا غير الوان وكذا بيهمنا الدقة هاي تكون بوجودة وما نربح بالمادي غير خمسة بالمية من الربح لو كان كنا عم نعمل مية مادي اضحق ماك يعني فهمتو شو قصلي خلاص فكرة الفكرة وصلت انا هيك اتوقع اذا بدي يروح مشان الوان جي جين وان جير هذا كله هيك واتوقع بناحية الشخصية اذا جعبالي يعني اذا زال عندي وقت اني روح على البحر هذا جعبالي ساوي هذا الشي وهي سبايدر مان نط بالهوى ووقف فرجيناكم فيها اشياء كتير وشغلات باخر المقطع يعني هذا كان كل شي لليوم بحب بذكر اقول اني انا بحب كتير 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 مشاهديني ومشتركين القناة اعضاء عائلة لان كل اليوم عن اليوم بشوف تعليقات اجمل واجمل من قبل يعني مثل ما بقول دايما ما بحب شبه بقنوات اجنبية دايما بحب شبه بالقنوات العربية بالاشياء الجيدة اللي بيساووا القنوات العربية ويحب اقرب على القنوات الاجنبية بس فعلا يعني حتى بالمقارنة من القنوات العربية والاجنبية الكومنتات خيالية يا مشاهدين احلى كومنتات يعني بقراها مو لاني انا صاحب القناة بس لانه فعلا شيء ممتع انك تتفرج على كومنتات المقاطع بقناة الوانجنجن الشيء خيالي حلو كتير ببسوط فيه كتير هو من احلى الاشياء اللي عندي اياها باليوتيوب هي اني اتفرج او شاهد او اقرأ الكومنتات اللي بيحطوها طبعا مو بس على اليوتيوب على الفيسبوك على تويتر على كل شيء فيه اشياء مسلية جدا يعني شيء جميل دايما بقلهم طبعا انا ما بجاوب على كل الكومنتات لانه بيجيني باليوم 450 رسالة صار هلأ بالوقت الحالي وكل ما لاكيد هي على زيادة بس 450 رسالة وكومنتات وهالاشياء ما فيك تكتبهم كلهم بس انا بقراهون بشكل سريع اي شيء ما ليحاكي عنه بحط له نوت او بحطه ضغري فلاق حط له مثل الفلاق على الموبايل بحطهم على المحمول على المحمول بحطهم او على الكمبيوتر اذا كنتم مشترها الكمبيوتر حطهم الفلاق بتركوا على جناب بصير بجاوب عليهم بقلب المقاطع الخاصة فيهم بقى انت وقت تسأل سؤال استنى مقطع خاص بهذا السؤال مشان تلاقي جوابك يعني هيك اما اذا ما لقيت جوابك هذا يعني سؤالك مسؤول كتير من قبل حاول ترجع وتعيد تقرأ تشاهد المقاطع عن اللابة اللي انت سألت عنها يعني دايما كتير مسلا ممكن نتكرر سؤال عن لعبة بشي موجود دائما بيكون بسلسلة الشروحات بقى انت اذا في عندك اسئلة روح ع سلاسل شروحات الالعاب روح ع الشروحات في اسئلة كتير كمان روح ع الشروحات وا 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 الى اخير مسلا في اسئلة عليها كتير بس ما لشروحات لانه الحلقات يا شرح عم نكتشف اللعبة من الصفر سوا مشانيك رجع ع السلسلة من اولة تكتشف كل اللعبة معنا وا 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 الى خير سم سيتي سألوني هداك هم من جديد عمجيني اسئلة عليها عملينا سلاسل احترافية تحترف انك تعمل من ارض ولا شي لا توصل لمدينة صناعية كمبيوترية نفطية كل هدول موجودين حتى هلأ فيك ترجع تعيدهم حتى بالأكسبانشن الجديد بس بيزيدوا المباني يعني ما في شي خيالي اسطوري نفس الفكرة بقى كتير تستفيد منهم بها الاشياء وان شاء الله ما حالكم ادعولي لانه بعتقد انه كتير المشاهدين حيدعولي لحالهم ما في دعواتكم يا شباب خلاص انتوا لحالكم اللي بريحكم بتساوه ولكن حقول انه ما حقدر اقرى الكومنتات اللي حتجي من الخميس للتنين على الاغلب الا ازا كنت يعني عندي وقت فاضي لانه بتوقع عندي كتير شغلات بساوية بلبنان زائد اذا فضيت بدي اعمل شيء مثل اني روح البحر روح البحر مثلا انا هي الخيارات اللي عندي اياها بقى ما حقدر شوف الكومنتات ولكن كل الكومنتات حقراها بس طبعا هتاخد معي وقت اكيد اعتبارا من يوم الثلاثة هارجع افتح المقاطع من يوم الخميس هاتفاجأ بعدد المقاطع اللي حتنزل هاتفاجأ بكل احوال يعني فكرة الفكرة اللي عم ساوية ما لا مجازفة ابدا لانه مجرب اصلي شهر تقريبا عم بسكر البورد وافتحه بس لا اعمل تجارب هل هو حيشتغل لا الحمد لله شغال ما في اي مشاكل فيه له شوية تزبيطات لساعات معينة ما ينعرض فيه المقاطع يتنزاح كذا هيك شغلات انه بين الساعة كذا وكذا ما لازم يزل المقاطع حتى لو وصلوا نسا لنا ساعتين انا متفائل بالمشاهدين كتير متمنى تكونوا استمتعتوا بشوفكم يعني حكينا كتير بس معلش مسافر بقى بدي ودعكم بكل الطرق وبدي بشركم انه كمان بنا نعمل المقطع بتوقع وقت ارجع عن شو بتحبوا ننزل العاب جديدة لانه عملاحظ كتير ناس عم تطلب العاب تحت المقاطع والعاب مشكلة والعاب عنا منا بس بنمط تاني بقى هذا الشي صعب اول شي بالنسبة لالعاب المجانية يعني صعب اني نزل لعبة مجانية من نمط كنت هلأ منزل لعبة مجانية من نفس النمط هذا كتير صعب لانه بيزعل المشاهدين كتير ما حلو ما انا ما بحب انا بيزعل من حالي اني نزلت لعبة لعبتك كم حلقاء بعدين ما بديها بنزل لعبة تاني نفس النمط تمام ولكن مجانية كمان ولكن غير لعبة ما حلوين نستنى شوي نعطيها فترة لا بنته فترة بكل احوال حنزل لكم مقطعو نعمل تصويت وننزل لعبة او لعبتين من اللي بيختاروه المشاهدين اذا انت اصنع بنفسك السلاسل الجديدة للقناة هذا اللي حنساوي اه بوقت ارجع اعطيك ارتاح شوي ونزبط القبول وهذا كان كل شي اليوم كما كان عمر اول جه جنوان ما تنسوا تشتركوا بالقناة لايك مفضل اشير خطر عبالي اكيد ناسيان كتير شغلات بس هاي قصة السفر بتخلي الواحد مايركز كتير منيح مع السلامة